اشتركوا في القناة جاء ذلك لدى لقاء سمو وحفظه الله في البيت الابيض بالعاصمة الامريكية واشنطن اليوم نائب الرئيس الامريكية سيد مايك بينس حيث اشاد سموه بمستوى العمل والتنسيق المشترك بين البلادين الصديقين وانوها باهمية التواصل المستمر لتعزيز العلاقات الثنائية التي تخدم مصالحهما المشتركة واشار سموه لان علاقات الصداقة التاريخية بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الامريكية تشهد اهتماما كبيرا بهدف مواصلة تطويرها على كافة الصعود والتي عززتها اتفاقات التعاون المشترك في مختلف القطاعات الحيوية واسهمت في خلق مزيد من الفرص الواعدة التي تعود بالنفع على البلادين والشعبين الصديقين وخلال اللقاءة تم توقيع اتفاقية شراء منظومة الدفاع الجوي صواريخ باتريوت في اطار التعاون الدفاعي الممتد لعقود مؤكدا سموه ان هذه الاتفاقيات تشكل اضافة نوعية للعلاقات الاستراتيجية بين البلادين والشعبين الصديقين والتي تهدف الى رفع جاهزية قوة دفاع البحرين للدفاع عن سيادة واستقرار مملكة البحرين واستمرار عجلة التنمية فيها كما تم استعراض اهم القضايا الاقليمية والدولية ونوها سموه بالجهود الحيوية للولايات المتحدة الامريكية لحفظ الامن الاقليمي والتصدي للارهاب والتطرف وتجفيف مصادر تمويله من جانبها شاد نائب الرئيس الامريكي بالجهود التي تقوم بها مملكة البحرين في تعزيز الاستقرار في المنطقة والحفاظ على امن الملاحة ومكافحة الارهاب هذا وقد حضر صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الاعلى النايب الاول لرئيس مجلس الوزراء مأدوبة الغداء التي قامها نائب الرئيس الامريكي تكريما لسموه بمناسبة زيارته الرسمية الى الولايات المتحدة الامريكية